البعض قد يعتبره قصة من وحي الخيال لكنه حادث وقع بالفعل وهز الأوساط البريطانية والفرنسية بشكل دفعه ليتصدر مباحثات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وظيفه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عنوان الحادث هو مجزرة لعائلة بريطانية من أصل عراقي قرب الألب الفرنسي أما التفاصيل فهي كثيرة بصورة جعلت من الصعب الإلمام بحقيقة ما حدث الشرطة الفرنسية التي وجدت نفسها أمام حادث وصفته وسائل إعلام عديدة بالبشع فرضت تعتيما على مسرح الجريمة لكن التفاصيل بحسب المحققين أن قاتلا محترفا أطلق الرصاص على سيارة استقلتها عائلة عراقية حاصلة على الجنسية البريطانية كانت تقضي عطلتها في فرنسا فقتل جميع المتواجدين فيها بالرصاص وهم مهندس طيران عراقي اسمه سعد الحلل وزوجته وسيدة أخرى يعتقد أنها والدته وبعد أن فرت ابنة للقتيل في السابعة من عمرها هاربة من السيارة تبعها القاتل وانهال عليها ضربا وتركها خارج الوعي ثم قتل قائد دراجة من سكان المنطقة مر مصادفة في المكان الطفلة التي كانت ملقاة على جانب الطريق فاقضة للوعي لكن حالتها تتحسن ببط وقد تحتاج إلى عملية جراحية نظرا للإصابات البالغة التي تعاني منها وقد يكون كل ما مضى منطقيا في حادث مروع كهذا لكن الغير منطقي كان العثور فجأة على طفلة داخل السيارة بعد ساعات من الحادث بعد ثلاثة ساعات من الحادث اكتشفنا وجود طفلة في الرابعة من عمرها كانت مختبئة أسفل سقي والدتها القتيلة وكانت مصابة في بدء الأمر بحالة من الهلع لكنها ابتسمت فور أن حملها رجل شرطة بين رعيه وأخرجها من السيارة ولا تفاصيل إضافية حول الحادث سوى أن موقع الجريمة ما زال محاصرا من قوات الشرطة واتفق الكل على أن الغموضة سيبقى الصفة الأبرز لتلك الجريمة إلى أن يتم العثور على منفذها شكرا للمشاهدة